رهام عايزين نبدأ واحدة واحدة مع بعض ويحيي عطية الله بعد الباب مكان متوارب ما بينه وبين النادي الاهلي اتقفل وقاله خلاص وكيله طلع وقال ده راح ايران والموضوع انتهى ونادي سوتي هيبيعه لي ايران فيه جديد؟ فيه جديد ده حقيقي هو الباب فعلا من ناحية النادي الاهلي كانت اتقفل لان عرض النادي الاهلي طبعا كان قليل زي ما اكيد حضرتك عارف والموضوع اتقفل للسبب ده فوضة النادي الايراني مشت شوية لحد ما لحد ما الباب اتقفل هو كمان مع النادي الايراني والسبب بالاساسي لغير الباب في التفاوضات مع النادي الايراني كانت برضو المطالب المادية لنادي سوتي بالاضافة لمطالب اللاعب بدأوا أن هم يلاقوا فيه مغالاة في المطالب المادية بتاعة النادي وحتى لللاعب كمان وبالتالي بدأوا أن هم ينسحبوا مرة تانية من الصفقة بعد ما كان خلاص الصفقة الرابط وشبه يعني خلاص على أبواب أن هي التم يعني بقى فيه خطوة ومن أسبوع تقريبا كان آخر تواصل ما بين النادي الإيراني وما بين النادي الروسي والموضوع توقف تماما فحاليا الباب رجع يتفتح تاني لو فيه محاولات من النادي الأهلي بس في الوقت الحالي برضو لسه ما فيش أي محاولات جديدة حصلت من النادي الأهلي طب سألك سؤال هيدا قبل بتقولي المفاجأة هل القصة ما بين الأهلي وسوتي على أن الأهلي عايز إعارة سنة وسوتي مصمم على بيع اللعب هي دي الأزمة حقيقة إعارة هم خايفين من السن بتاعه على حسب معرفة المعلومة عندي 29 سنة فعايزين وسنة ونجربوا الكلام ده كله حتى الرقم اللي متقدم في الأعارة برضو كان رقم قليل مش رقم كبير لكن النادي هناك هو الرقبة الأساسية عنده أنه لو هطلع اللعب من عندي أنا هبيع غير كده النادي اللعب يكمل معي بشكل عادي خالص يعني المفاجأة البسيطة اللي معي أنه بعد التفكير فيه يا عطيات الله النادي الإيراني بيفكر في زخير أيصر موجود وبيلعب في الدوري المصري وسألوا واستفسروا عنه كده استفسر خفيل أو بسيط النادي الإيراني عايز مدافع في المدافع أيصر باك شمال من الدوري المصري باك شمال البنك الأهلي سأل عليه وستفسر عليه يعقوبه إسحقه يعقوب أيوة بالسبب سأله عليه هو اللي بيدرب النادي الإيراني ده مصري أو لا جريده جريده الأسباني اللي ضرب النادي الأهلي يعني جريده لما سابت التحدي العاصمة طليع على إيران بالسبب هو عارف الدوري المصري وعارف لعيبة كتير وعلى فكرة اللي أنا عرفته كمان يعني فيه معلومة جديدة برضو كنت عرفتها إن اللاعب اللي كان مرشح للنادي الإيراني قبل حتى يحيي عطيات الله كان باك شمال الاسماعيلي اعتقد اسمه تسوئي تقريبا هو باك شمال الاسماعيلي هو اللي كان مرشح قبل يحي عطية الله محمد تسوئي بالزبط كده وبالتالي يبتدوا ان هم يروحوا لعطية الله بعديها لان عارفوا ان تسوئي بيفكر تفكير تاني خالص جريده تدعم السهل وبعد يرجع يبص تاني على الدوري المصري فهم بيفكروا في يعقوبه لكن الموضوع حاليا المفاوضات بس كان يبالك ان يعقوبه على رادار الزمالك ارتبع عشان خلاص اسم النادي تغير فهو على رادار الاندية تانية كتير قوي لكن زي ما بقولك دلوقتي الباب اتقفل مع النادي الايراني فلو الاهلي بقى حابب ان هو يرجع ياخد خطوة تانية ولا حاجة الباب رجع يتفتح تاني مرة تانية